دلوقتي مشاهدينا خلينا نسيب حضراتكم مع موجز الأهم الأباء مع هالة فضل يهيل شكرا منا التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد مصدر رفيع المستوى أنه لاصح لما تردده بعض المواقع الإخبارية بشأن موافقة مصر على المشاركة بقوة عربية تابعة للأمم المتحدة للسيطرة على المعابر مع غزة يأتي ذلك في إطار جملة الثوابت المصرية التي تؤكد عليها القيادة السياسية دائما وأبدا بشأن القضية الفلسطينية بشكل عام وموقف المعابر مع القطاع بشكل خاص يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه العنيف على مناطق متفرقة من قطاع غزة وأفادت مصادر فلسطينية باستشهاد عشرة فلسطينيين في قصف إسرائيلي على شارع صلاح الدين شرقي مدينة رفاه الفلسطينية يأتي هذا في الوقت الذي اندلعت فيه حرائق في بعض المنازل جراء القصف المدفعي الإسرائيلي وسط مدينة رفاه الفلسطينية قالت صحيفة بوليتكول أمريكية نقلا عن مسؤول أمريكي أن الوضع سيستمر على حاله في قطاع غزة حتى نهاية العام الجاري على الأقل وأوضحت الصحيفة نقلا عن المسؤولين أن هناك شكوكا داخل الإدارة الأمريكية في إمكانية توسل إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق نار وفق المقترح الحالي مشيرين إلى أن إسرائيل وحماس توافقان على شروط المرحلة الأولى من مقترح الصفقة والخلاف بشأن إنهاء الحرب تبدى الحزب الله اللبناني وإسرائيل القصف على طول الحدود وأوضحت مصادر لبنانية أن حزب الله قصف موقعي السماقة وزبدين في تلال كفر شوبة ومزارع شبعة المحتلة وألحق إصابات مباشرة وأضافت المصادر أن حزب الله قصف أيضا موقع رمثة في تلال كفر شوبة اللبنانية وألحق إصابة مباشرة من جانبه أعلن جائش الاحتلال أنه استهدف عدة مواقع تابعة لحزب الله في جنوب لبنان أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها قتلت أسامة جمال المسؤول الكبير في تنظيم داعش الإرهابي في غارة جوية شنتها في سوريا وأضافت القيادة المركزية الأمريكية في بيان أن مقتل المسؤول الكبير سيؤدي إلى تعطيل قدرة التنظيم الإرهابي على توفير الموارد وتنفيذ الهجمات الإرهابية أكدت منظمة الصحة العالمية على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لاحتواء كارثة إنسانية تتكشف في السودان وأطالب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تادرس أدهانوم الأطراف بضرورة وقف إطلاق النار في السودان وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى فييتنام في زيارة دولات تهدف إلى تعميق العلاقات بين موسكو وهانوي وهذه هي الزيارة الخامسة التي يقوم بها بوتين وصفته رئيساً لروسيا وتأتي بعد رحلة قام بها إلى كوريا الشمالية حيث أبرم اتفاق دفاع مشترك مع بيونج يونج انتهى موجز التاسعة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يومصر بعد الفاصل اشتركوا في القناة